أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال استعداداته العملياتية عند خطوط التهدئة في قطاع غزة على حد تعبير بيانه في إشارة ربما ولازلنا لا نعرف أن الاحتلال الإسرائيلي قد يمنع عودة الفلسطينيين النازحين من مناطق جنوبي قطاع غزة نحو مناطق الشمال حتى الآن لم يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل واضح أنه سيمنع عودة من هذا النوع لكن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنهم قد يستخدمون أدوات فض التظاهرات أي المياه العالمة وغيرها من أجل منع عودة الفلسطينيين لكن حتى الآن لم تصل أي مجموعة فلسطينية إلى تلك المناطق لكي نعرف كيف سيتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي معها